اشتركوا في القناة شرار البنك المركزية برفع سعر الفائدة بواقع واحد في المئة وشركة جهينة تتوقع زيادة مبيعاتها خلال العام الحالي إلى أكثر من 6 مليارات جنيها ولكن كالعادة دعونا نبدأ مع أبرز الأخبار الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال هذا الأسبوع ارتفاع عجز الموازنة العامة بنسبة 18% خلال الأشهر العشر الأولى من العام المالي الحالي ليصل إلى 273 مليار جنيها مقابل 231 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق محكمة القضاء الإداري تصدر حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتقضي باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية بعد أن وقعت مصر والسعودية خلال زيارة العهل السعودي للقاهرة بداية شهر إبريل الماضي اتفاقية تم بموجبها نقل تبعية جزيرتين تيران وسنفيرة من مصر إلى المملكة وزيرة التعاون الدولية تؤكد أن مصر تتفاوض مع البنك الإفريقي للتنمية للحصول على 500 مليون دولار بحد أقصى خلال سبتمبر المقبلة وهو ما يمثل الشريحة الثانية من قرد بقيمة إجمالية مليار ورصف المليار دولار لدعم برنامج الحكومة وتؤكد أن الوزارة وفر التمويلات بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار و100 مليون دولار خلال 9 أشهر أعلنت شركة أورنج خلال هذا الأسبوع أن قيمة رخصة الجيل الرابع ستصل إلى 5 مليارات و400 مليون جنيه واستطرعات بأن تصل القيمة الإجمالية لرخص الاتصالات التي استطرحها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة إلى أكثر من 22 مليار جنيه في الوقت الذي يترقب فيه الجميع كشف النقاب عن تفاصيل وشروط هذه الرخص والموقف النهائي لشركات المحمول إضافة إلى مدى جدواها بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات 5 مليارات و400 مليون جنيه هي قيمة رخص الاتصالات الجديدة التي ستطرحها مصر خلال الفترة القليلة القادمة رخص طال انتظارها وعلى رأسها رخصة الجيل الرابع والتي ستصل قيمتها وفقا لما أعلنته شركة أورنج إلى 3 مليارات ونصف مليار جنيه يسدد نصفها بالعملة الأمريكية فيما ترقب الجميع كافة التفاصيل الخاصة بشروط هذه الرخصة والتي يتوقع أن تحصل عليها كل شركات المحمول العاملة في السوق إضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات والتي ستحصل على رخصة لتقديم الهاتف المحمول إضافة إلى رخصة الجيل الرابع وهو الحلم الذي ظل يراود المصرية للاتصالات لسنوات طويلة أعتقد أن المصرية التصالات بقالها 3 سنين بالطالب للحصول على الرخصة دي لأنها شايفة نفسها السوق بتاعها في المجال السابت والإنترنت السابت في تراجع مستمر والأرقام بتقول كده طبعا ولكن أعتقد أن المصرية التصالات عليها أنها تبزي الجهد لتطمين الشركات الأخرى عن طبيعة دورها في الفترة الجاية لأنها ستعتمد في المقام الأول على البنية التحتية الموجودة الشبكات المحمولة لأنها طبعا لا تبقى عندها بنية تحتية لغاية تبقى عندها تقدر تبني بنية تحتية وبالتالي أعتقد أن الرسالة ستبقى تطمين للشركات التانية غير أن حكومة المصرية التي لم تنجح خلال السنوات الماضية في إحداث التوازن بين شركات المحمول من جهة والمصرية للاتصالات من جهة أخرى أصبحت مضطرة الآن للتوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف وتحقق ما وصفته شركات المحمول بالعدالة التنافسية بينها وبين الشركات المصرية للاتصالات كل الشركات العاملة في هذا المجال مهتمة جدا بالموضوع وعايزة يحصل بسرعة بالنسبة للشركات العاملة في هذا المجال بقى اللي هم الأربع شركات فدي موضوع لسه شائق شوية أنا بيتيالي أن الوزارة مع الشركات عقدت عدة لقاءات وحتكمل لقاءات لحد ما وصلوا لصورة توفقية إزاي الرخصة بتاعة الفور جي دي تطلع بحيث أن كل الشركات العاملة في المجال تكون يعني متفهمة للموقع بتاعها ويطفق الجميع على أن مصر تأخرت كثيرا في طرح خدمات الجيل الرابع حتى أصبحت ضمن ست دول على مستوى العالم لم تستثمر في خدمات الجيل الرابع طبعا أنا شايف النهاردة أنه فيه تجديد للبنية التحتية الموجودة خلال من كاملات الفايبر أو من خلال الأبراج اللي بتعمل الجديدة الحاجة دي كلها لتفعيل الفور جي لأن النهاردة احنا متأخرين على الفور جي احنا الفور جي ستنزل عشرين عشرين يعني كمان ثلاث سنين احنا لسه بدأت خناش عندنا الفور جي فلازم تبقى موجودين ومستعدين لها لأنه لازم تبقى مواكب في الفور جي إن شاء الله وتصل القيمة الإجمالية المتوقعة لرخص وترددات الجيل الرابع إضافة إلى رخص الاتصالات الدولية وخدمة الهاتف الثابت إلى نحو اثنين وعشرين مليار ومائتي مليون جنيه فيما أكدت وزارة الاتصالات أن هذه الرخص ليست إجبارية وأنها قد تطرح مزايدة عالمية في حال رفض إحدى الشركات الحصول على هذه الرخصة أثار قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع واحد في المئة نهاية الأسبوع الماضي موجة من الجدل في الأوساط الاقتصادية المصرية بينما يؤكد بأن هذا القرار سيساهم في ارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة فيما يرى أخرون بأن هذا القرار كان ضروريا لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة في خطوة وصفها البعض بالجريئة وخلافا لأغلب التوقعات رفع المركزي المصري أسعار الفائدة على الإداع والإقراض بنسبة واحد بالمئة رفع جاء في المقام الأول لوقف سلسلة ارتفاعات أسعار السلع وكبح الجماح التضخم بعدما وصلت مؤشرات إلى أعلى مستوياتها مايو الماضي مسجلة 12.3% وفيما واجه قرار المركزي امتقادات عدة يرى بعض الخبراء أن من شأن رفع أسعار الفائدة زيادة الطلب على الجنيهة وزيادة سيولة البنوك منه مصر بتعدي بفترة تضخمية كبيرة جدا واجبع البنك المركزي رفع سعر الفائدة لمواجهة هذا التضخم في الفصول الانكماشية بيكون تخفيط سعر الفائدة هو البديل إلى هذا الحيث ألا شايف أن طارق عامر ماشي على حيث قوي جدا من حيث السيطرة على قطاع المصرف المصري وعلى غير ما تشتهي سفن البورسة المصرية خرج قرار البنك المركزي في توقيت تعاني فيه السوق من ضعف معدلات السيولة وتعطش لبعض المحفزات ما ذهب بتوقعات الخبراء لأن يتجه بعض من مستثمر السوق سوب القطاع المصرفي جزء من المستثمرين باسخاصات الأفراد هيفكروا تماما في أن نحن نحط فلوسنا في البنك عشان نستفيد بالفائدة لكن الجزء الأكبر هستمر في البورسة لأن نتاج الشركات إن شاء الله مع الوقت برضو كم يشوف شهر ست همتكلم مع الوقت يعني خلال لغاية آخر السنة لا هبقى في نتاج إيجابية جدا وده هيدعمل بورسة المصرية وحسب الكثيرين سيؤدي رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجل الموازنة وارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك نهيك عن تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية بينما يرى أخرون أن التحركات المركزية الفترة المقبلة ستكون صوب تخفيض جديد للجنيه أمام الدولار بعد هذا القرار يمكن يكون المركز بيهيئ الأسواء والأجواء بصورة عامة لتخفيض أخر للعملة وده اللي كان متوقع مش بس من الخبراء الاقتصاد في مصر ولكن من أكبر المؤسسات العالمية توقعت بعد الخفض الأول لجنيه المصري نحن قد نشهد خفض آخر عشان حتى نقلل الفجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الغير الرسمي للأسف وجود الفرق الكبير والفجوة الكبيرة ما بين السعرين ده ليه تأثير سلبي جدا على مناخ الاستثمار في مصر يذكر أن تلك الزيادة تعد الثانية لأسعار الفائدة خلال العام الحالي بعد زيادتها في مارس الماضي بمعدل واحد ونصف بالمئة للسيطرة أيضا على التضخم المزيد من التفاصيل المشاهدين حول هذا الموضوع في اللقاء التالي الذي أجرته الزميلة نادى عبد السلام مع الدكتور خالد نجاتي وهو رئيس مجلس إدارة شركة ميتروبوليتا مصر للاستشارة سيد طريع عامر محافظة بنك المركز طبعا هو في موقف ليحسد الذي من عايز يساعد فيه مكوحة التضخم اللي بيحصل في مصر وطبعا الرافع سعر الفائدة ده أحد أدوات المستخدمة في تخفيض التضخم طبعا لكن في نفس الوقت بيقالو حاجات سلبية على الاستثمار يجب أن يكون هناك تناغم كامل بين الحكومة بين وزارة الاستثمار وبين البنك المركزي البنك المركزي المصري يمتلك حقوق السياسة النقدية تحكم في السياسة النقدية لمصر ووزارة الاستثمار والحكومة تعمل على جذب المستثمرين وعلى هذا كنت دائما بنادي أن يكون رئيس الوزراء يكون زوج خلفية اقتصادية على أساس لو ما فيش وزارة اقتصاد يبع على قل رئيس الوزراء يكون خلفية اقتصادية دكتور خالح حارف شايف أن المركزي ما كانش قدامه خيار غير رفع أسعار فايدة لمحاربة التضخم اللي احنا شوفنا طبعا نرتفع في شهر مايو بمعدلات قياسية تجاوز الـ 12% طيب خلينا نفرق بين أن التضخم فعلا نرتفع النسبة غير مسبوقة من قبل في مصر ولكن في نفس الوقت كل حاجة لها منافع وأضرار من حق البنك المركزي أنه يعمل على تخفيض نسبة التضخم الوصل الـ 12% ولكن هل ده الضرر هيجي على الاستثمار أكبر ولا أقل أنا من وجهة نظري كان يمكن تأجيل هذه الإجراءات لحين تعافي الاستثمار شوية بالأقص لأننا الوقت في وزير الاستثمار جديدة لسه بتحط سياسة استثمارية جديدة لمصر فما ينفعش بقى الاستثمار بيحاول يكزب المستثمرين من جهة والبنك المركزي كسياسة نادية في نفس التوقيت بياخد اتخذ إجراءات تخفض الاستثمار أكبر يعني ممكن نشهة تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية؟ ده بكله تأكيد ده بكله تأكيد المحلية قبل الأجنبية ده بكله تأكيد فلابد من التتصيق التام بين الاستثمار وسياسة النادية دكتور خالي إذا ما حتكلمت على الاستثمارات وأن ده ممكن يكون سبب في تراجع الاستثمارات أو عدم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الفترة المقبلة فيه أيضا الدين العام وخدمة الدين وعجز الموازنة اللي موجود البنك المركزي محطش الأمور دي في حساباته؟ لا أصل هو أول حاجة عشان يحل أصل هو البنك المركزي بيعنده عدة مشاكل فيخدهم بالتدريج حسب الأولويات والأولويات دي قد تختلف من وجهة نظرة البنك المركزي أو محافظه اللي بيكون لها كل احترام بمناسبة وقد تختلف من ناحية وزارة الاستثمار أو وزارة المالية فكل جهة بتنظروا لهذا من وجهة نظرة هي حسب أولوياتها هي الاستثمار بيقول إن أنا من أولوياتي إن أنا أزود الاستثمار حتى لو حصل تضخم شوية ممكن الناس نتحمل شوية إحنا بقلنا 40 سنة في تضخم يعني بعدها 10 بعد 11 بعدها 12 ما فرقتش كتير قوي في مقابلها يكون فيه زيادة في الاستثمارات التعوض الفرق ده البنك المركزي بيقول لا التضخم ده نمرة واحد لازم أقل للتضخم علشان فبتالي أرفع سعر الفايدة شوية علشان دي أول وسيلة في إيدي إن أنا أقفر التضخم ما بيبصش لأولويات الاستثمار فهو فيه تقياب الحقيقة يعني غريب في التنسيق بين الاستثمار وبين البنك المركزي طب إيه المطلوب يا فنم إيه المطلوب عشان يحصل توازن ما بين السياسة المالية والسياسة الضغطية المطلوب تفعيل حاجة من اتنين إما يكون فيه وزارة الاقتصاد عودة وزارة الاقتصاد ده نمرة واحد وتاخد دور فعال حقيقة لما لغوا وزارة الاقتصاد في الفرطة اللي فاتت اتلغت وده مهمها لوزارة الاستثمار تكون بديل لها واستحدثت وزارة الاستثمار من حوالي 10-12 سنة وعلى أساس ان وزارة الاستثمار تقوم بدور وزارة الاقتصاد عادة المشروعات الصغيرة المتوسطة والتجارة الخارجية وده كان خطأ كبير لأن وزارة الاقتصاد لا غين عنها فأعتقد يما تركع وزارة الاقتصاد يما يكون فيه سيادة الرئيسة تدخل يكون فيه تنصيق تام وجزري في المجموعة الاقتصادية بين وزاراء المجموعة الاقتصادية ونبقى أيضا مع البنك المركزي ولكن هذه المرة مع سعر الصرف فعلى الرغم من كل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأوينة الأخيرة لتضييق القناق على السوق الموازية إلا أنه تم التأكيدات من عدد كبير من الخبراء الاقتصادين في مصر بأن المشكلة الرئيسية تبقى في عدم توفر العملة الأجنبية في القطاع المصرفي لمن يطلبها سواء من المستوردين أو المصدرين أو حتى المواطنين العادين كثيرة هي الإجراءات التي تسعى الحكومة المصرية لاتخاذها لضبط السوق الموازية للعملة الأجنبية إجراءات كان آخرها إدخال عدة تعديلات على مشروع قانون ينظم عمليات النقد الأجنبية والتي من شأنها تغليض العقوبات على من يخالفونها لتشمل السجن مدة تراوح بين 16 و3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 5 ملايين جنيها إلا أن الكثير من الخبراء يجدون تلك التعديلات في غير محلها لأنها سترفع نسبة المخاطر ومعها ستزداد الفجوة بين سعر صرف الدولار والجنيها في السوقين الرسمية والموازية والتي تتخطى حاليا حاجز الجنيهين تجديد الحكومة للإجراءات أو للعقوبات الخاصة لشركات سمسرة والمتعاملين في السوق السوداء هي قرار في غير محل وفجهة نظري وقرار بطيء جدا ومتأخر جدا يمكن أبطأ من منقارات البنك المركزي الموجودة مؤخرا الشركات الوصمسرة هي في وجهة نظري ليست أكبر مشكلة موجودة عندنا هي جزء من المشكلة وأسهل جزء المشكلة لأنها بمنطقة بساطة خاضعة للسيطرة الخاصة لمركزي المصري المشكلة التي عندنا في التراجع الموجود في مصادر الدولار الأمريكي إجراءات المركزي وإن كانت تستهدف محاصرة السوق السوداء لإحداث الاستقرار المفقود في سعر الصرف فإنها تستهدف أيضا تضييق الخناق على بعض شركات الصرافة عصب الأزمة كما يصفها البعض من خلال تعديلات تمنح محافظة المركزية سلطة تعليق ترقيص أي شركة لمدة عام علاوة على فرد غرامة في حالة مخالفة القانون نهيك عن إلغاء الترقيص في حال تكررت المخالفة شركات الصرافة بتتعامل مع فرد وسط فرد فهي عصب الموضوع بتاع السوق السوداء يعني هو المسك ده وهو المسك ده فأنا لما أضغط عليه أنا أضغط على الموضوع السوق السوداء فكل الشرعات ما ما تكون في اتجاه أن أنا أصبط العلاقة دي ده يبقى كويس لكن طبعا زي ما قلت الحال أن يكون فيه توفير للعملات الصعبة للمحتاجها ويكونش فيه قيود لأن القيود في حدود الزيادة بتأدي الهروب ودخول في قنوات تانية ومؤخرا شن المركزي المصري حملة على مكاتب الصرافة التي تتاجر بالدولار أصفرت عن غلق العديد من هذه الشركات ويرى الكثيرون أن تغليض العقوبات قد تمنع البعض من مالك الدولار عن وضعي في النظام المالي الرسمية وأن حل الأزمة ببساطة يتمثل في توفير الدولار بالسوق نذهب لان إلى فاصل المشاهدين وبعده المأكلات والمشروبات السورية حاضرة على مائدة الإفطار في رمضان تابعونا بعد الفاصل اهلا بكم من جديد المشاهدين نواصل هذه الحلقة من عين على مصر في محاولة لتنشيط السياحة العربية خلال الفترة القادمة أطلقت مجموعة من شركات السياحة والطيران حملة لجذب السياحين العرب من خلال رحلات مخفضة إلى شرم الشيخة التفقين هذا الأسبوع بوزير السياحة يحيى راشد وسألناه أولا عن تفاصيل هذه الحملة وغيرها من الجهود الرامية لاستعادة الحركة السياحية إلى مصر نحن بدأنا هذه المبادرة هي في الحقيقة مبادرة للشرق الأوسط كله وللخليج بصفة خاصة ونحن بدأنا من أول رمضان بتكسيف حملات إعلانية قوية جدا علشان تدعم جميع المبادرة بتاعت القطاع الخاص فالقطاع الحكومي ليه دور في أن نحن نصلت الأهمية مصر وكيف نرفع من الصورة الزهنية للمكانة مصر السياحية وكذلك نفكر كل أصدقائنا وأشقائنا في الخليج العربي بمصر كمقصد سياحي مهم فإحنا بدأنا بحملة ضخمة جدا وكانت حملة نجحة لأننا بنقيس أداء هذه الحملات وكانت حملة نجحة جدا ودلوقتي دور القطاع الخاص في أنه هو يبتدي يطرح المبادرة بتاعته لدعم التسويق هو عايز يتكلم على أنه هو عايز يدعم كمبادرة بيدعم سعر التسكرة لكن احنا في أساس في طبيعة عمالنا احنا بندعم مصر الطيران بندعم الشركات الوطنية بندعم جميع الشركات العاملة في هذه القطاع كل سواء وأهمية خاصة لمصر الطيران لأن هي شركتنا الوطنية وهو ده الإمج بتاع مصر وهو ده الانطباع المهم بالنسبة لمصر مصر الطيران شركة رائدة ولها تاريخ طويل جدا ولها نجحات عظيمة وبالتالي احنا كلنا بنشجع الشركة الوطنية وهي عاملة مجهود كويس قوي على الخليج وإحنا بندعمها في هذه المبادرة حركة جاء من ألمانيا قل لي أخبار السوق الألماني وخاصة أنه من الأسواق المهمة الأسواق الأوروبية المهمة بالنسبة لمصر نحن مراكزين على السوق الألماني وإن شاء الله نستطيع أن نستعيد الحركة من السوق الألماني بطريقة إيجابية وسريعة بإذن الله حركة تتكلمت في لقاء مع سين بي سي أكثر من شهر أنه الوزارة بتعمل على فتحة أسواق جديدة أسواق غير تقليدية إيه اللي تم وإيه أبرز الأسواق بالنسبة للأسواق الجديدة في أسواق جديدة فتحت زي كازاخستان أورادي وجاء زي يعني فيه هناك الايه العديد من الأسواق الصغيرة اللي فتحت وإحنا بنركز إن إحنا زي ما زي ما أنت عارف إن شان تبني سوق كبير فإحنا بندعم كل الأسواق الموجودة دلوقتي وبنبني أسواق جديدة في طريقها إن إحنا نضفها إلى مجموعة الأسواق المستهدفة للسياحة المصرية طوال حركة المعدة للنمو بالنسبة للقطاع خلق 2016 الأرقام صعبة والنسب صعبة لأن النص الأولاني كان مستوى الأداء كان ضعيف نتيجة الظروف العديدة اللي مر بيها القطاع لكن إن شاء الله بإذن الله نستطيع أن احنا نستعيد عفيتنا في النص التاني وبالعكس نبقى مثال للتقدم النمو السياحي على مستوى المنطقة كلها في لقاء مع سين بي سي عربية توقع رئيس تنفيذي لشركة جهين سيف ثابت أن يصل حجم النمو في أعمال الشركة خلال العام الحالي إلى أكثر من 20% وأن يصل حجم المبيعات إلى نحو 6 مليارات جنيه وضف كلال اللقاء بأن الخطة الاستثمارية للشركة تتضمن وضخ استثمارات بقيمة 640 مليون جنيه نحن في السنة دي عندنا استثماراتنا 640 مليون جنيه خلال 2016 منقسمة بين نبتلي من أول قطاع الزراعي في الأساس الإنتاج الحيواني ننكمل من الأبقار الحلاب بتاعتنا وصلنا 1500 بقر حلاب لحد دلوقتي على آخر 2016 إن شاء الله يبقى معنا 4000 بقر حلاب ننتقل للقطاع الصناعي احنا مستثمينين برضو في تزويد خطوط الإنتاج بتاعتنا سوى إذا كان في اللبن أو في العصير أو في الزبادي زودنا الطاقة الإنتاجات بتاعتنا والحاجة الثالثة في فروع البيع أو فروع اللوجستية زودنا عدد فروع البيع بتاعتنا وصلنا دلوقتي 31 فروع بيع السنة دي بس ثلاثة ما بين استبدال فروع حالية وستثمار في فروع جديدة تثمارته قدية من 640 مليون إلى الآن يعني إحنا ماشيين تقريبا 40% منه المشروع المشترك مع أرلا فوز الأولين عنه العامل الماضي هل هو مازال موجود على خريطة الشركة لأنه كان يعني حسب ما تم التوقيع عليه سيبدأ الإنتاج التجريبي المشترك ربما قبل نهاية العامل الماضي حتى الآن لم يبدأ تمام هو في الأساس إحنا الهدف من العقد الشركة مع أرجو أو مع أرلا اللي هي بقى شركة أرجو هو أن احنا نعمل تصنيع مع بعض بس في بدايته زي ما أعلننا السنة اللي فاتت أنه هو حيكون توزيع توزيع لمنتجات أرلا ده في أول في البداية في منتجات هنوزعها مش نصنعها يعني مثال على ذلك اللي جبنا البلو تشيز اللي هي اللي دي بيرد والكاستيلو والزبدة اللورباك فدي منتجات برانز أو برانز تمتلكها شركة أرلا وده اللي اتفاق من الأول اللي احنا مش نصنعها مصرح نش هازي نصنعها كمان يكفي لنا توزيعها وفي برانز تانية اللي ممكن نقدر نخش فيها بعاد الشراكة تجمع ما بين براند جوهينا وبراند أرلا زي جبنا بوك مسلا ودي اللي احنا قررنا نحن نصنعها إن شاء الله في مصر أول ما بدأنا عاد الشراكة قلنا احنا هنستحوز على مصنع قائم نشوف مصنع كويس نشتري ده عشان في قرية التصنيع آه للأسف ملقناش مصنع متناسب معنا من ناحية الهجنية أو من بين التحتية ملقناش متناسب خالص معنا حاجات اللي معها حكويسة مش بيبيعها لأسف حد دلوقتي إن شاء الله بإذن الله ممكن الفترة اللي جاية ده يتناقي حكويسة فأخدنا قرار إن هي لو خلال الفترة قصيرة دي ما لنناش حاجة حن نخش نبتدي نبني مصنع من بداية من أولو جديد نحن عندنا الخبرة في إنشاء مصنع جوه مصر هما طبعا برضو عندهم نهو قوي في صناعات غزائية هتطوله حجم استثمارات متوقعة؟ يعني هو ما فيش رقم محدد بس يعني فيه افتراض يعني فيه افتراض بداية بس يعني مش قدر أعلن عنه الوقت لإنه هو مجرد افتراض مش حاجة معلنة ده طبعا في حالة لو إحنا ما خلصناش نقيتوش مصنع رائع ما تم الاستحواز عليه ولكن عشان إحنا زي ما بلغنا السنة الفاتت إن إحنا حنبتدي نصنع السنة مع بعض فشركة أرجو اللي هي عقد الشراق ما بين أرلا وجهينة حتأجر خط انتاج من شركة جهينة ونبتدي ننتج الجبنة بتاعتنا فيه أحد توازي مع عمليات التوزيع لمنتجات أرلا أساسيا الدولار وأزمة الدولار بتواجه السوق المصري أنتو واحدة الشركات الأكيد المتضررة ومتأثرة إلى أي مدى ده بيأثر على نتائج الشركة أو على أنشطتها وحجم عملها كارسة طبعا يعني الدولار عمل مشكلة كبيرة جدا سواء إذا كان لنا إحنا أو لكل ما بيتعامل مع الدولار أو حتى كل المصنعين اللي عندهم جزء من خاماتهم مستوردة مستوردة طبعا ومفيش خالي مالك يعني مين ما بتدفين ما بحتاجش الدولار يعني إحنا حتى مش بنتاجر مش بنجيب كنتينرس منتاجر ومدعد إحنا مصنعين وطعبنين جدا في حاجات دي وبرو إحنا مش مصنعين بس إحنا مصنعين مصنعات صدر التصدر عندنا لازال نسبتهم مهاش كبيرة وده من ضمن الحاجات الخطة اللي إحنا مركزين فيها عايزين وكبر نسبة التصدير بتاعتنا سعر الدولار ما كان شحي إخلال الخمس سيئين فاتوا الدول فإحنا كان سعرنا غالي بالنسبة للسوق الأفريقي أو أي سوق تصديري نتائج العمال في 2016 متوقعين النمو فيها يكون قدي إن شاء الله يبقى أكتر فوق العشرين في الماء حجم المبيعات تقريبا يصل لكم إن شاء الله يقرب لستة مليار جنيه مصر إن شاء الله كل المنتجات اللي بتنتج عشر كله كل مية في الماء هلني أسألك أخيرا على قرار التحفز اللي كان خاص بالسيد صفوان واللي إلى الآن ربما لما يتخذ فيه أي إدراء هل فيه أو هل تم التفاعل مع السيد صفوان فيما تعالج بالقرار أو خلفيات هذا القرار صفر مش أي تفاعل خالص أنت عرفت الخبر من فين صحف كومينيكيشن لأي حاجة خالص إحنا عرفنا الخبر كده قد تم القرار التحفز طب نتكلم طب يا جماعة ما فين الدليل إحنا ما عنديش في حاجة أنت لو عندك ما يفعش أنك إنت تاخد قرار عشوائي بالشكل ده لا إحنا عندنا بس فيه تحفز تم على الأصول كاملا طب فين يا عام دليل قال لك أشيع يعني أشيع يعني تاخد قرار من أشيع دي إزاي يعني بس أنا طبعا عندنا يعني عمل أن القضاء يعني ياخد القرار المزبوط وياخد قرار لكن فيه أدلة ياخد فيه قرار بس طبعا هو قرار قرار أمني وليس قرار قضائي أكثر من ثلاثمائة وخمسين الف لاجئ سوري يعيشون في مصر جاءوا إلى أرض الكنانة بعادات وتقاليد اعتادوا عليها خلال شهر رمضان الفضيلة فلم يعد من الغريب أن تجد إقبالا كبيرا من المصريين على عشرات المحال السورية المتخصصة في المأكلات أو لأسعارها المناسبة أو حتى على سبيل التجربة عادات وتقاليد رمضان تختلف بين بلد وآخر ولكن كل من كتب عليه لابتعاد عن وطنها تأثره مشاعر قضاء ليلة رمضانية وسط الأهل ومن لا يستطع تحقيق هذا الحلم يسعى لاستنساخ صورة مصغرة منه وهذا ما فعله السوريون هنا في مصر محمد واحد من نحو ثلاثمائة وخمسين ألف لاجئ سورية مسجل لدى الأمم المتحدة مما لم يجدوا اختلافات كبيرة في أجواء رمضان بين مصر وسوريا فمظاهر الفرحة واحدة وشعائر الشهر الفضيلة لا تختلف بطبيعة الحال أنا لقيت نفس الجو ما اختلف شي عن جو رمضان كأسواء كعادات شراء بيع نفس الأوضاع تماما فمثل ما قلت لك ما في اختلاف كبير بين الشعب السوري والشعب المصري نسبة يعني نسبي بسيطة جدا ومع مجيء السوريين إلى مصر نقلوا معهم منتجاتهم المميزة لهم فأنعشوا السوق المصرية بمنتجات ومشروبات ومأكلات سورية يشتهروا بها رمضان وأبدعوا في صناعتها على أرض مصر ليتمكنوا بذلك من إيجاد مكان لهم بمشروعات متناهية الصغر في سوق يتخطى عدد سكانه 90 مليون نسمة وليس هذا فحسب بل استطاعوا توفير عشرات من فرص العمل لأبناء وطنهم ممكن تميزناها بحاجات يعني زي البقلوات والكنافات وحلوة الجبن يعني ممكن هذه تميزنا عن غيرنا بحاجات هذه والأيس الكريم مثلا والكنافات عندك حضرتك مثلا قبنة مشللة قبنة حلوم قبنة نابلسية أنواع الأجبان كلها قبنة بتاعة العكاول قبنة بتاعة السنبوسك قبنة بتاعة البيتزا أنواع الأجبان كلها طبعا يعني صار في إلى رغبة أصلا عندك شاب مصر كان نسمع عنها لما بصفها وجربها لأنه في شغلة جديدة في شغلة حلوة عجبته ما حال السوريين التي انتشرت في معظم أرجاء مصر باتت مقصدا ليس فقط للسوريين المقيمين في مصر بل أيضا لكثير من المصريين الذين أقبلوا على شرائها إما لجودتها العالية أو لرخص ثمنها أو تشجيعا ودعما للسوريين المقيمين في مصر أو حتى للأسباب الثلاثة مجتمعة وتقدر بعض الأحصاءات عدد رجال الأعمال السوريين في مصر بحوالي 30 ألف رجل أعمال تتركز استثماراتهم في صناعات النسيج والملابس وصلنا إذا مشاهدين إلى ختام هذه الحلقة من عين على مصر إلى أن نراكم في حلقة قادمة في أمان الله اشتركوا في القناة